استشعار القائد بالخطر على أبناء شعبه يحول كل أنظارهم إليه في إصلاح ما أفسده الفاسدون والسراق خلال سبعة عشر عاما فجائحة كورونا هي الخطر الحقيقي على الشعب بشكل عام وعلى النظام الصحي بشكل خاص وهذا ما وجه به رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي باعتبارها شأنا اتحاديا لتوحيد جهود مواجهتها في عموم البلاد دعم كبير لإجراءات الوزارة في مواجهة الجائحة ودعم المجلس كل الإجراءات المتخذ لمواجهة هذا الخطر وإمكانية تطويقه أيضا فيما يخص هذا الموضوع خول وزير الصحة من قبل المجلس اتخاذ الإجراءات الملائمة بكل ما يتعلق بفيروس كورونا واعتبار الجائحة من الشؤون الاتحادية رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا هاما مع دائرتين طبابة وزارة الدفاع وهيئة الحجد الشعبي بحضور وزير الصحة والبيئة حيث أكد أن جائحة كورونا تمثل تحديا حقيقيا وستوظف كل إمكانيات الدولة من أجل مواجهتها وعلاج المرضى المصابين الوعي المجتمعي هو ما تعول عليه الجهات الصحية في تطويق الجائحة وتقليل الإصابات في عموم العراق حيث دع الكاظمي جميع المواطنين إلى تعاون والتكاتف وتطبيق شروط وقوائد الوقاية الصحية واصفا الكوادر الطبية العاملة في المؤسسات الصحية بالجدار العازل بين السلامة وبين خطر مرض كورونا المضي في الإصلاح خطوة لا يخطوها إلا الشجعان فخطوات الكاظمي ستغضب الفاسد وتفرح الشعب الصامد في الوصول إلى عراق كريم آمن ومستقر يتمتع أبناؤه بخيراته وفق عدالة اجتماعية فشل جميع من سبقه في تحقيقها